الترند اللي منتشر بصورة كبيرة جداً في الأيام اللي مضت هدي الخالد والملقبة بأم اللول اللي قوعدها جهاز تليفون بالسجن الموضوع شون بدأ؟ بدأ الموضوع من تصريح لأحد الشخصيات المحترمة اللي ظهر في قناة الأيام الفضائية دعنا نرى التصريح وبعدها نسالف الراقصة أم لول أم لول إذا عندك رقمها هسا تتصل بها تجاوبك هسا إذا تتصل بأم لول رقمها ما عندي يعني هسا إذا تتصل بأم لول موجودة موبايلها آيفون وأم لول تستخدم هذا الجهاز وأخذ منها يوم واحد ضلبة الدنيا عليهم بالسجن ورجعوا لهيها وكالة الأنباء العراقية الوكالة الرسمية للدولة نشرت هذا الخبر يقول أصدرت وزارة العدل بيانا حول السجينة هديل خالد المعروفة بأم لول وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع إن دارة الإصلاح العراقية اطلعت على مناشدة المحامي طارق الشرع وكيل النزيل هديل خالد المعروفة بأم لول بخصوص تعرضها إلى اعتداء داخل القسم الإصلاحي نود أن نبين بورود معلومات للدائرة تفيد بإدخال هاتف آيفون برو ماكس إلى النزيلة والذي يعتبر مخالفة قانونية وخرق أمني طبعا وزارة العدل أيضا يقول زيارة معالي وزير العدل دكتور خالد شواني المفاجئة لسجون العدالة في الكاظمية حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بالنزلاء للاستماع على شكواهم ووجه معاليه خلال الزيارة أولا أعفاء المعاون الفني ومسؤول شعبة الشؤون الداخلية من مناصبهم في سجن العدالة اثنين بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم خلال أيام العطل مما أثر على سير العمل اثنين متابعة إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون وفقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء مع تأكيد الوزير على الالتزام بالمعاير القانونية والإنسانية في إدارة السجون وتطبيق المعاير الدولية لحقوق الإنسان خلنشو قناة الأيام تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة لإعطاه كفالة حق الرد ولكن لم يستجيب وامتنع عن الظهور بشكل مبالغ به لذلك حق الرد كان مكفول لكم أم اللول بدخل لها تليفون وصايرة مشكلة وصايرة دماية وصايرة عركة وطبعا نشرتها الوكالة الرسمية ما للدولة لذلك كان من الممكن أن تظهر وتسولف إنه عن حيثيات الموضوع شنو اللي من اللي دخل لها التليفون بالمناسبة التليفون يدخل عادي خلي بالبالكم أكو هواية التليفون عدهم بس تفاصيل وحيثيات الموضوع شقدم هذا شنو منه انجرح منه مات منه صار بيشي لذلك كان من المفترض أنه تطلع وتوضح إحنا صح سلطة رابعة إحنا صح سلطة بس سلطة رابعة يعني إحنا مو سلطة عليك بسلاح إحنا سلطة رابعة نطلع يعني نكشف الملابسات نخلي الناس بالصورة دائما كان من المفترض أنه تطلع وتوضح شنو قضية أم اللول أم اللول اللي صارت ترند العراق اللي صعد وتفاهات ما تسوى أنه تصعد تصور إحنا حاليا في قناة فضائية وفي العراق بشكل يعني مبالغ بي خصوصا في السوشال ميديا الناقش يا موضوع أم اللول يا موضوع أم اللول ترى الموضوع صار موضوع لو عليها شي تسجنوها لو ما عندها شي تطلعوها وتفضونها كافي مو يومية